ليلة البارحة هطل كميات معتبرة من الأمطار تجاوزت في بعض المناطق عاجزة 100 مليمتر وقد سجلت مقاطعة بومديد ليلة البارحة أمطارا تراوحت مقاييسها حسب المعطيات الأولية المحلية ما بين 104 مليمترات في مدينة بومديد و60 مليمترا في قرية تصلح بينما سجلت المصالح لدارية 95 مليمترا في قرية الرق و65 مليمترا في حي الزيرة ومنذ الساعة الأولى من صباح يوم بأسرت السلطات لدارية زيارة ميدانية للاطلاع على طبيعة الخسائر حيث رصدت سقوط أكثر من 20 سكنا بين العرشة وبيوت الطين وذلك في بلدية الدفع بينما تسببت أمطار البارحة في تسجيل ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه بسد بومديد وفي زيادة المياه المنسابة في سد الأفطح ولتعميق الحديث أكثر حول هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة ببومديد بمفادي الموليتانيا هناك زميل مختار بابا ونحمد مرحبا مختار بابا مرحبا أهل وسلم ضعنا في الصورة أكثر نعم فعلا كما تابعتم في الصورة مدينة بومديد عاشت ليلة البارحة ليلة ممطرة بامتياز بدأت تهاطلات المطرية في حدود العاشرة ليلا وتواصلت إلى ساعات الفجر توقفت بقوة توقفت قوتها ثم تواصل وعاش السكان ساعات الصباح على زخات مطر ممتعة في هذه الأيام هذا من باب استاء البشرى أو زف البشرى لسكان بومديد الذين يتواجدون الآن خارج المدينة وبشرهم بأن مدينة بومديد الآن دخلت رسميا في فصل الخريف عموما كما تابعتم أجراء الاتصالات وقمنا بجولة صباحية في المدينة وبعض ضواحيها سجلنا تباينا في المقاييس ذكرت لنا أكثر المصادر الرسمية أنهم حتى الآن ما زالوا في الميدان يواكبون يتتبعون الخسائر المادية التي سجلت عبر الاتصالات الهواتف تحدثها بعض السكان في القرى البعيدة وشبهناية عن تسجيل حوادث خسائر مادية يتعلق بسقوط عرشتين ومنازل لكن العدد الإجمالي حتى الآن لم يمكننا أن نقوله لأنه ما زال قيد التحديث على العموم للتأكيد هذه المعلومات دعونا سيد الحاكم ليطلعنا على المستجدات المتعلقة بأمطار البارحة اسمح لي فقط أن أحاوره سيد الحاكم أهلا بك أولا نشكركم على استجابة الدعوة وأنتم في الميدان لهذه الإطلالة وبأحاديث أهل البدو أعطينا أخبار للصحاب من الطاحة البارحة شكرا جزيلا كما تعرفون عنه لديت البارحة كاملا صحاب تجاهز حوالي 104 مليمتر بمديت وبعد القرى 60 مليمتر 75 معنا خلق ياسر من خسارة ونحن حالا كيف شفتوا كنا جايت من ميدان ومتباركين واركا نعدلوا معاينة ونشوفوا ذاك الخاسر نعاينوه في الدقة كان يقول الدولة يتعد التدخل سريع كان يخففوا ذاك المعاناتهم حتى الآن ما قد حتي أكد لكن بالضبط ذاك الخاسر بالفرق رحموا في ميدان يشتغلوا يدقوا ذاك المعلومات الخاسر للماء وخاسر وإن شاء الله سنوافقكم في نتائج إن شاء الله حسنا ما توصلت بليه هل سجلتم حالات وفيات أو غارق أو نفوق الحيوان قضية حيوان ثروة الحيواني بشكل عام للعموم الحمد لله ما في خسارة بشرية وحيوان ذكرونا وحدين يقير ما في تأكدنا ما عندنا أي برهان أننا عندنا ذاك خالق معناه قد نوافقكم في أخبار نختيروا لين يعدلوا معاينة يعود الدقيق يكسع قد نعطوكم خبار للخالق وحيوان يقير حتى الآن ما في خسارة بعد ذكروها في قدية الحيوان إن شاء الله نواصلوا المعاينة في ميدان معا في رقم الحالي نستقلوا وإن شاء الله قايسينهم لين وقفوا ذكر المعاينات درجوكم إن شاء الله نتائج سيد الحاكم الأحضان ونحن نتجول في المدينة هنا ظهور بعض المستنقعات المائية على أثار الأشغال التي كانت جارية لآن ماضية هل أثرت هذه الأمطار على الأشغال وما يقيم به حتى الآن وكيف تواجهتم هذه الأمطار؟ قد نقول أن ساعدنا هاي الأشغال كنا نعدلو بهلي اللي قليق اللي يسبب الخار عنه لما جاينا قرد أشرا يامس النهار كامل أظلوا يشتغلوا فيه وحمد لله عدلوها تعدال صالحة وسكنت بعد ما أخسرت شوفنا قرد أشرا وتوفيش من بلايدات فيهم قد تقاع الحماية مدينة قد شفط مياة عدلوها وقلوا يقير رجع الاسحاب بهلي كمية محتورة مية وعربعة ميليمتر وإن شاء الله رأينا حالا نتواصل مع هال مكتب صرف الصحي كانوا مشوننا وشنقالوا ليموتو فومب كانوا قدون نقول علماء من ديار ناس وصحار عمومية كانوا بدنا نخفو هاي معانات مواطنين إن شاء الله وبخصوص سد الأفطح جبرتوا خباره اليوم الخبار جبرنا من سد الأفطح أنه السيل ما وحمد لله حتى الآن بسيول ما مخالقه ما مجاين فيها كل اتجاه غير قد يعود ليجون من قد تقاند جاين إلى في هاي القليق الكبير وعند قبرنا احتياط أنه لنطلصوا لعل القليق ليعود ملان يسبب أضرار والله خطر المدينة أمور الحمد لله متابعوها على سقند وذلك ترى على كامل إن شاء الله دور نوافق فيه وحتى الآن قد يقول أننا أمور تحت سيطرة رغم أن بمدين الصحابي جات قطع الطريق ملي بين بمدين وزير معنا نحن ما نقول وارك قيس وزير خالق من قراء ومدخل مدخل دشرة مقفول ومعينات ما قد ينو عدلوها في دشور رعوم مرقب بمدين يخير لا دورنا قبروا ذلك الخبار عندهم في التصالات وتلفون ونضقوه إن شاء الله في الميدان لنسمح لنا الطريق بعد نقلسه إن شاء الله شكرا جزيلا سيد الحاكم سيد عبدالله موسى ونحن أيضا سنواكو معكم سيد الحاكم الميدان وسنوافقكم مشاهدي الكرام بتفاصيل أكثر حول هذه الأمطار في نشاراتنا القادمة بحولها نعود إليكم في سيديوهات المركزية لمتابعة بقية عناصر النشرة اختر بابا والأحمد موفد الموريتانيا إلى بومديت شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم